ميد راديو لا راديو في ميد ميد راديو المعدنوس جوج معه القبار ديال الدقيق او لديا نشا اللي متوفر عندكم او لا لا حسب الرغبة شوية ديال الملح اولي بزار جوج بيضات هدو هما المقادير ديال هاد المعقودة فيها ربا حبا ديال الكروم بمقطع رقيق او لا محكوك جوج جزارات هموا محكوكين ام صفين من الماء بصلا محكوكا شوية ديال معدنوس مقارد رقيق جوج معه القبار ديال الدقيق الابيض او لا نشا وما يزينا على حسب الاختيار ديالكم جوج ديال البيضات والملح واليبزار غادي نخلطوا هاد المكونات مع بعديتهم الكروم اللي حكينا ندروه في واحد الاناء نزيدوا عليه دوك جوج جزارات محكوكين مصفين من الماء نزيدوا بصلاح تهية نزيدوا دوك جوج وبيضات المعدنوس الملح واليبزار جوج معالق ديال الدقيق اولا ديال النشا نخلطوا هاد شي كله مزيانة نحصل على واحد الخاليط ماشي تقيل قدون جمعوه وقريسات وانما ماشي يسائل بين وبين ولكن ساهل باش انه يتهز نهزو بالمعلقة كيف كان ديرو يعني ففادو كل الشيشات اللي كان ديرو بالبيض والبطاطا او الاخيزو والقرع الخضراء فهدي ديال الكروم كيجيزوين ومباشرة كان سخنو الزيز وكان حاولو على انه نهزو بالمعلقة الخاليط ونهبطو بالمعلقة الخرى ونحمرو على الجهة على الجهة الخرى فا اه وكيتقدم مرفوق يعني باي سوس انتو ما كتبغيو كيجيزوين خصوصا اه كنعرفو على انه مثلا في مع الجمعة كيبقى مثلا كروم بنكسكسو واحد طريف منو كيلي كيديرو تبارك الله شلادا شلادا المعروفة اللي بالمكسرات الزبيبو كنحكو التفاح وخيزو والمايونيز اه وكين كدلك كنديرو هاد الاقتراح فكيجيزوين هادي معقودة بالكروم بلي هو ليشو وخيزو وبصحة والرحم اشتركوا في القناة